بسم الله اول درس ان شاء الله في الجابر المصفوفة او المصفوفات درس المصفوفات او المصفوفة ايه هي المصفوفة اعداد برتبها على هيئة صفوف بالعرض واعمدة بالطول توضع بين قصين برمز لها بحرف كبير والعناصر جواها برمز لها بحرف صغير ادي اول مصفوفة ايه قصينة هعمل اعداد بالعرض وبالطول ادي اتنين تلاتة سلب واحد ده صف اول خمسة صفر سبعة صف تاني صفر سلب اتنين اربعة صف تالت لما رتبت الصفوف اتشكلت على طول وراء الصفوف الاعمدة فانا ما بشكل الصفوف الاعمدة بتتشكل تبعا لذلك عندي هنا كم صف تلاتة وكم عمود تلاتة فبقول مصفوفة الف عن نظام تلاتة في تلاتة يبا ده كده الف مصفوفة عن نظام كم في كم تلاتة في تلاتة يعني فيها تلات صفوف وتلات اعمدة لكن اما اقول الف تلاتة وتلاتين يبا العنصر اللي موجود في الصف التالت والعمود التالت فهمشي صف تالت اهو عمود تالت اهو يبا العنصر الف تلاتة وتلاتين اللي هو بكام باربعة طب الف اتنين وعشرين يبا العنصر اللي موجود صف تاني عمود تاني يبا فيه فرق بينما اقول الف تلاتة في تلاتة دي مصفوفة عن نظام تلاتة في تلاتة عدد الصفوف تلاتة وعدد الاعمدة تلاتة لكن اما اقول الى 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 ال طب ايه الفرق بين به اتنين في اتنين وبه اتنين وعشرين ده مصفوفة. مصفوفة. لكن ده عنصر. العنصر الموجود صف تاني عمود تاني صف تاني عمود تاني اللي هو تسعة. طب به حد عشر صف اول عمود اول. اللي هو سبعة صف اول عمود اول السبعة. طبعا هنا المصفوفة دي عدد الصفوف 3 وعدد الأعمدة 3 فبسميها مصفوفة مربعة المصفوفة المربعة اللي عدد الصفوف وعدد الأعمدة قد بعض دي عن نظام 3 في 3 عدد الصفوف 2 وعدد الأعمدة 2 مصفوفة مربعة عن نظام 2 في 2 المصفوفة المربعة بيباليها قطر رئيسي وقطر فرعي قطر رئيسي هو وقطر فرعه يبقى المصفوفات المربعة لها قطر رئيسي وقطر ايه فرقي طيب المصفوفة الاخرانية جيم ديت مفاشغ العنصر واحد اللي هو تسعة فاقول عدد الصفوف واحد وعدد الاعمدة واحد يبقى هنا عندي المصفوفات المربعة اللي عدد الصفوف بيسوي عدد الاعمدة المقرر عليها يتكون على نظام تلاتة في تلاتة يتكون على نظام اتنين في اتنين يتكون على نظام واحد في ايه في واحد طيب نيجي المصفوفة اللي بعد كده سينة هي بتساوي اربعة احداشر تمانية قال له ده مفاشل لصف واحد قال لي اه وكما عمود بقاه تلاتة يبقى سين مصفوفة عن نظام واحد في تلاتة بسمها مصفوفة صف عشان مفاشل لصف ايه واحد طيب برضو صادة هي سالب خمسة تلاتاشر صف واحد وعمودين يبقى صاد مصفوفة صف عن نظام واحد في اتنين عين مفاشل لستة صف واحد وعمود واحد يبقى دي برضو ومصفوفة صف وفي نفس الوقت مصفوفة مربعة طيب اللي تحتيهم كاف بيسوي السالب سبعة تمانية خمسة صف اتنين تلات عمود واحد بس يبقى دي فيها تلات صفوف وعمود واحد يبقى مصفوفة عمود طيب ايه بتسوي واحد تمنتاشر صفين وعمود مصفوفة برضو عمود بس عن نظام اتنين في واحد مين بتسوي اربعة صف واحد وعمود واحد مصفوفة عمود وفي نفس الوقت مصفوفة صف وفي نفس الوقت مصفوفة مربعة يبقى المصفوفة اللي عن نظام واحد في واحد ينفع اقول عليها مربعة ينفع اقول عليها مصفوفة صف ينفع اقول عليها مصفوفة عمود مصفوفات عادية مصفوفة فيها صفين وتلات اعمدة بقول عليها مصفوفة عن نظام اتنين في تلاتة مصفوفة فيها تلات صفوف وعمودين ينفع هنا بقى في قطر رئيسي في قطر فرعي يبقى من المصفوفة اللي فيها قطر رئيسي وقطر فرعي المصفوفة المربعة طيب الرجل بيقولي اذا كانت ألف بتساوك وعمل لقوس المصفوفة يبقى ألف ده الرمز الكبير الحرف الكبير وكتبلي جوه ألف جوه المصفوفة يبقى ده العنصر وكتبلي سينصات يعني ايه سينصاد قال لي ده رقم الصف وده رقم العمود قال لي ده انا متعود صد وعين قال لي بص سيبك من الكلام ده اي رمز يكتبه تحت الاولين رقم الصف والتاني رقم الايه العمود يبقى هنا الف سينصاد ده ده عنصر طيب الراجل بقى بيقول لي ايه يبقى المصفوفة الف اللي جواها عنصر الف ترقيمه سينصاد سين مكتوبة في الاول يبقى ده الصفوف يبقى سين مرة هتتترقم بواحد يبقى ده صف اول سين مرة هتترقم باتنين يبقى صف ايه تاني بل المصفوفة دي فيها كم صف صفين طب صاد هتتترقم مرة بواحد صف عمود اول مرة باتنين عمود تاني مرة بتلاتة عمود تالت يبقى كده عندي صفين وتلات اعمدة او ما هو كتبه او الف ساوي الف اهو الصف الاول خدت وحاي ده ألف الصف التاني خدت اتنين اتاها بعد كده العمود الاولاني ياخد واحد العمود التاني ياخد اتنين العمود التالت ياخد تلاتة عندي صفين وعمودين صفين وتلات ايه عمدة طيب خلاص كده كتبت المصفوفة قال لي اه قال لي خلي بالك بقى ألف سين صدق العنصر اللي جوه المصفوفة بيتجاب ازاي قال لي بتجاب ازاي قال لي تجمع رقم الصف ورقم العمود دي سابتة قال لي لا تختلف المسألة التانية ممكن يقول لي رقم الصف في رقم العمود ممكن يقول لي طرحوم ممكن يقول لي اسمتهم ممكن يقول لي خمسة في ده ناقص ثلاثة في ده حسب ما يقول فهنا المسألة بتاعتي العنصر اللي جاء المصفوفة هجيبه ازاي هيسوي ايه هيسوي كام قال لي رقم الصف ازاي ده رقم العمود فهجمع واحد واحد اتنين واحد واثنين تلاتة واحد وتلاتة اربعة اتنين واحد تلاتة اتنين وتنين اربعة اتنين وتلاتة خمسة يبقى فين المصوفة اتنين تلاتة اربعة تلاتة اربعة خمسة اهي يبقى هي دي الحل بتاعي اهم معلم عليها. ماشي? طي. رجل بيعرف للمصوفة الصفرية برمز لها بمستطيل صغير كل عناصرها صفار وبتبقى على اي نظام ممكن تبقى على نظام اتنين في اتنين تلاتة في تلاتة واحد في واحد. تلاتة في واحد. تلاتة في اتنين. تلاتة في واحد. فالمصفوفة الصفرية تاخد اي نظام? المهم كل العناصر اللي جواها بصفر وبرمز لها مستطيل صغير. طب ايه هي المصفوفة القطرية? قال لي كلمة قطرية يعني بيتكلم على قطر. ومعنى ان قطر لازم تبقى ايه? مربعة. احنا قلنا مفيش حاجة اسمها قطر الا في المصفوفات الايه? المربعة. قال لي فيها كل عنصر بصفر ما عدع عنصر واحد على الاقل من القطر الرئيسي. ما بيساوي الصفر. فتعالي هنا. اه دي مصفوفة مربعة عن نظام اتنين في اتنين. فين قطر رئيسي اهو? عنصر واحد اهو لا يساوي صفر يبقى دي مصفوفة قطرية والباقي بصفار. ايه دي? مصفوفة مربعة عن نظام اتنين في اتنين. عنصر واحد على الاقل يعني ممكن يبقى عنصر او اتنين من القطر الرئيسي. لكن اي حاجة بعد كده بصفار عادي فدي قطرية. عادي مصفوفة نظام 3 في 3 قطر رئيسي هو في عنصر لا يسوي صفر. قطر رئيسي فيc عنصرين لا يسوي صفر. قطر رئيسي فيc ثلاث عناصر لا يسوي صفر. دي قطرية قطرية قطرية. ايه دي برضو دي قطرية. كله بصفار معدى عنصر على الاقل. 150 او اكتر من قطر رئيسي لا يسوي ايه صفر. ماشي. مصفوفة الوحدة برمزده Tammy رمزة اي وهي مصفوفة مربعة يعني هي تكون عن نظام اتنين في اتنين يعني عن نظام تلاتة في تلاتة كل عنصر فيها بصفر ماشي معادة كل عنصر في القطر رئيسي بكام بواحد يبهاء المصفوفة بتاعت الوحدة او اي بتساوي ادي مصفوفة عن نظام اتنين في اتنين صفين وعمودين كل عناصر بصفر معادة كل عنصر في القطر رئيسي بواحد كل عنصر في القطر رئيسي بواحد وعلى النظام 3 في 3 والبقى بى صفار لاحظ ان مصففة الوحدة هتوب بقطرية لكن كل مصففة قطرية هي وحدة لا كل مصففة وحدة هي مصففة قطرية حتى في تعريف يجي يقول لك مصففة الوحدة كل عنصر من عناصر قطر رئيسي بواحد ماشي القطرية مربعة كل عناصر اصفار ما ده عناصر واحد معدق عنصر واحد على الأقل في قطر رئيسي لا يسوي صفر قال لي لا هنا بقى بتشترط كل عنصر في قطر رئيسي بواحد مش بأي عدد كمان يبه هنا دي ممكن تاخد عنصر واحد بس في قطر رئيسي أو اتنين أو التلاتة لكن هنا لازم كل عنصر يكون بواحد ومش بأي رقم بواحد هذه اسمها مصفوفة الواحدة دايما قطرية يبه مصفوفة الواحدة مربعة وقطرية مدور المصفوفة أو مدور المصفوفة برمزه بالرامزة ألف مد بتعمل فيه ايه قال لي الصفوف بخليها أعمدة بنفس الترتيب يعني الصف الأول أخليها عمود أول الصف الثاني أخليها عمود تاني الصف الثالث أخليها عمود تاني أول أعمدة صفوف بنفس الترتيب فما يجي يقول لي ألفة هي مصفوفة فيها صفين الصف الأول اتنين تلاتة خمسة واحد سبعة تمانية الصف الثاني يعني دي عن نظام 2 في 3 صفين وعمودين صفين و3 أعمدة عايزة أدورها فالصف الأول 2-3-5 هخليه عمود أول 2-3-5 صف الثاني 1-7-8 هخليه عمود تاني يبقى الصف بخليه عمود الصف بخليه عمود فهنا المصفوفة ألف كانت عن نظام 2 في 3 الألف مد كان عن نظام 3 في إيه في 2 طب المد همدها تاني هدورها تاني فاتنين تلاتة خمسة واحد سبعة تمانية عايز ادورها المصوفة اللي دورتها دي ارجع ادورها تاني قال لي الصف الاول اتنين واحد اخليها عمود اول الصف التاني تلاتة سبعة اخليها عمود تاني الصف التالت اتنين تمانية اخليها عمود خمسة تمانية اخليها عمود تاني تالت خمسة تمانية قال لي دي بقت هي هي الف يعني ماد الماد يرجع للمصوفة الاصلية مادة المادة رجعها المصفوفة لإيه الأصلية نيجي بقى المصفوفة المتمثلة ودي مهمة جدا إن شاء الله تحطف الامتحان إذا كان آلف بيسوي آلف مادة لو المصفوفة بتسوي المدور بتاعها دي بسميها متمثلة طب عشان يحصل الكلام ده لازم تبقى المصفوفة مربعة وعناصر القطر الرئيسي مش فرقة لكن العناصر على طرفهاي القطر رئيسي متساوية إزاي قالت على الروس قد قطر رئيسي هو حطت فيه صفار طب تحت قطر رئيسي وفوق قطر رئيسي لازم يبقى زي بعض متمثلة حطه في قطر رئيسي أي حاجة طبعا دي مربعة عن نظام 2 في 2 فوق وتحته خمسة خمسة حطه في قطر رئيسي أي رقم فوق وتحته زي بعضه طيب عن نظام 3 في 3 حطه في قطر رئيسي أي حاجة دي سبعة سبعة تمانية تمانية اتنين اتنين حطه في قطر رئيسي أي حاجة إيه ده وحايد وحطت هنا صفار إيه ده زي ده إيه ده ده مصفوفة الوحدة قال لي متمثلة يبقى مصفوفة الوحدة متمثلة قطرية ومربعة مصفوفة الوحدة إيه متمثلة ده أد ده ده أد ده ده أد ده ماشي يبقى المصفوفة المتمثلة كل عنصر من عناصرها لازم تكون مربعة والعناصر على طرفية قطرة إيه ستكون متمثلة عشان يبقى المصفوفة ومدورها لاتنين حاجة إيه واحدة قال لي مسألة إيه إذا كان السين مد بيساوي المصفوفة الصفرية قال له يعني هنا مفيش حاجة قال لي آه قال لي وعد دي ناحة تانية يعني سين بتساوي سين مد قلت له آه يعني عايز المصفوفة اللي بتساوي مدورها مصفوفة اللي بتساوي دورها لازم يبقى العناصر على طريق قطرها الرئيسي تكون مربع قال لي ما دول كله مربعي العناصر اللي على طرفية الى القطر رئيسي متساوي عد القطر رئيسي هوا مش مهم من اللي موجود فيه ده زي ده ولا لآ هاي دي طب هنا ده زي ده لآ دي لاست متمثل ده زي ده لاست متمثل ده زي ده ليست متمثل طيب المسألة اللي بعديها تلاتة سين تربيع نقص واحد تمانية سبعة متمثلة مصوفة متمثلة مصوفة متمثلة يبقى العناصر على طرفها قطر رئيسي متساوية يبقى سين تربيع نقص واحدة تساوي تمانية يبقى سين تربيع ودي الواحد انها حتانية تمانية زايد واحد بيساوي تسعة يبقى سين بيساوي موجب او سالب جازر التسعة يعني موجب او سالب تلاتة تلاتة موجودة اه سلب تلاتة موجودة اه اللي اتنين موجودين مع بعض مجاب وسالب ايوة اهو اهو مجاب وسالب تلاتة برضو نفس الكلام دي متمثلة يبقى ده قد ده يبقى الف زائد زا تربيع سيتا بسوق تربيع سيتا حوادي دي النحي تانا بعكس لايه الاشارة يبقى الف بسوق تربيع سيتا ناقصات تربيع سيتا ودي انا عارفها من قوانين حساب المثلثات بكام بواحد بناء يقلب بواحد المصفوفة شبه المتمثلة اذا كان به مش بيساوي به مد لا المعكوس الجامعي به مد عكس به مد تبقى دي شبه متمثلة طب يحصل الكلام ده في المصفوفات المربعة اهو بص اهو لازم تبقى مربعة العناصر قطرها الرئيسي كلها صفار لازم عناصر قطر رئيسي كلها بصفار والعناصر على طرفي قطر رئيسي كل منها معكوس جامعي للاخر يبقى دي مربعة قلت له اهو عناصر قطر رئيسي بصفار ايوة اللي علي اللي فوق وتحته عكس بعض في الاشارة تمام دي شبه متمثلة مربعة اه ده عكس ده ايوه ده عكس ده ده عكس ده شبه متمثلة. يبقى ما يجي يقول لي الف نقص اتنين وتلاتة وجيم وبه زائد واحد شبه متمثلة. عايز الف زائد بزائد جيم. اقول له شبه متمثلة قال لي اه. قال لي اول حاجة كل عنصر في قطرة ايس بصفر. يبقى الف نقص اتنين بصفر يبقى قلب باتنين. وبه زائد واحد بصفر يبقى به بسالب واحد. واللي فوق زي اللي تحت بعكس الاشارة يبقى جيم بسالب تلاتة. يبقى ما تحط لي الف زائد به زائد جيم يعني اتنين زائد سالب واحد زائد سالب تلاتة هتديني سالب اتنين. يبقى الحل بتاعي اهو. شرط تساوي مصفوفتين. امتى اقول مصفوفة بتساوي مصفوفة? لازم نظام الاولانية يبقى هو نظام التانية. والعناصر المتنظرة تكون متساوية. فالراجل هنا بيقول لي ازا كان مصفوفة دي بتساوي دي. بص دي فيها صفين وعمودة. دي فيها صفين وعمودة. ماشي. يبقى مصفوفة بتساوي مصفوفة. لازم نظم الاولى هو نظم التانية. ماشي. العناصر المتنظرة متساوية. يعني لازم سين تكعيب ناقص واحد تساوي سبعة. اوسط زائد ستة بساوي سين. كده دي فيها مجهولين. لا انا اخد سين تكعيب. ناقص واحد بيساوي سبعة. ليه دي فيها مجهول ايه? واحد. هطلع منها السين على طول. واتنين صاد. ناقص اتناشر. هتساوي خمسة صاد. دي فيها مجهول واحد برضو اللي هو صاد. وسين ناقص واحد بتساوي صاد زائد خمسة صح. بس فيها مجهولين. يبقى انا اخد اللي فيها مجهولين ليه? انا اخد اللي فيها مجهول ايه? واحد. يبقى انا هياخد سين تكعيب سين تكعيب ناقص واحد بيساوي سبعة يبقى ازا سين تكعيب بيساوي سبعة زائد واحد بيساوي تمانية يبقى سين الجازر التكعيبي لتمانية هتدين دين اتنين واخد اتنين صاد ناقص اتناشر بيساوي خمسة صاد هوادي اتنين صاد دي النحة تاني بعكس الاشارة يبقى ناقص اتناشر بيساوي خمسة صاد ناقص اتنين صاد بتلاتة صاد هقسم على التلاتة يبقى صاد بتساوي سالب اربعة الراجل عايز يبقى عايز سين زائد صاد سين طلع نهب كام باتنين وصاد بسالب اربعة يبقى الحل برضو سالب اتنين اقوم معلم له على سالب اتنين ماشي يبقى امتى مصفوفة تساوي مصفوفة لما يكون نظام الاولى هو نظام الايه التانية هو العناصر متناظر متساوي شرط جامع مصفوفتين عشان ينفع اجمع مصفوفة على مصفوفة قال لي لازم نظامهم يبقى الاتنين حاجة واحدة لازم يكونوا على نفس النظم يعني دي عن نظام اتنين في تلاتة يبقى دي عن نظام اتنين في تلاتة دي عن نظام تلاتة في واحد يبقى دي عن نظام تلاتة في واحد دي مربع عن نظام اتنين في اتنين يبقى دي مربع عن نظام اتنين في اتنين طب الجامعة بيتم ازاي بيتم بجامعة العناصر المتنظرة الراجل بيقول لي سين على النظام كام في كام واحد في ثلاثة وسين زائد صاد مد اعمالية ممكنة يعني معنى كده ان سين نظامها كام واحد في ثلاثة وصاد مد برضه يبقى نظامها كام واحد في ثلاثة اما صاد مد نظامها واحد في ثلاثة صادة الاصلية كان نظامها تلاتة في ايه في واحد يبقى صادة ما تبقى تلاتة في واحد يبقى العمود بكام عدد الاعمدة بكام يبقى اسمع مصفوفة ايه عمود ماشي طيب عشان كده كل الكلام اللي خدناه في الاول تحفظ انا معرفش ايه اللي هيجبهولي خواص جمع المصفوفات جمع المصفوفات له خواص اول خاصية الانغلاق يعني ايه الانغلاق يعني مصفوفة زاد مصفوفة هتطلع مصفوفة ماشي يبقى ما بجمع مصفوفة زاد مصفوفة هتطلع مصفوفة يبقى ده اسمه انغلاق الابدال الف زاد به مصفوفة الف زاد مصفوفة به هو هو المصفوفة به زاد مصفوفة ايه الف. والابدال. يبقى اول خاصية الانغلام. ما صوفة زائد ما صوفة تديني ما صوفة. تاني خاصية الابدال. الف زائد. هي هي به زائد الف. تلت خاصية الدمجة. لو عايز اجمع تلت مصوفات. اللي مش ينفع تجمع اول ما صوفتني الاول. ولي طلع تجمع على التالتة. او تجمع اخر اتنين. ولي طلع تجمع على الاولى. وده اسمه دمجة. المحايث الجامعي. المحايد الجامعة هو المصوفة الصفرية اللي برمزناه بالرمز مستطيل صغير ألف ثلاثة سالب واحد سالب خمسة. بقى اشارة كله. بحسب مجمع آلف. ومع كسه الجمعي طلع للمصوفة الايه? الصفرة ايه? طيب. يجي يقولي هنا سين زائد سالب ثلاثة خمسة سالب واحد سالب اتنين. بيديني مصفوفة شبه متمثلة. بقدم في عملية جمع دي مربعة عن نظام اتنين في اتنين. يبقى لازم تبادي مربعة عن نظام اتنين في اتنين. ما انت الاختيرات كله مربعة عن نظام اتنين في اتنين. هيعطي صفوفة شبه ايه? عشان تديني شبه متمثلة. الشبه المتمثلة دي كانت خوصها ايه? عناصل قطرة ايسي بصفار. فلازم ادور على الحاجة اللي تديني قطرة ايسي بصفار. دي سالب ثلاثة وسالب اتنين يبقى يبقى لازم يبقى ثلاثة واثنين. ثلاثة واثنين. ثلاثة واثنين. دي لا. يبقى يا دي يا دي يا دي. طب كمل. لازم اما عوض خلاص قطرة ايسي قلت يا دي يا دي يا دي. عشان ده المجموع على اللي عندي هيديني قطرة ايسي بصفار. فتطلع الناتج مصفوفة شبه متمثلة. طب لازم اللي فوق واللي تحت يبقى عكس بعض. تعالا كده سالب واحد وصفر بسالب واحد. خمسة واربعة بتسعة. دول كده عكس بعض. يبقى دي ما تنفعش. سالب واحد وواحد صفر. خمسة وسالب اربعة بواحد. سفر وواحد. دول عكس بعض? لا. طيب. يبقى هي دي. تعالا نتأكد. سالب واحد زائد صفر بسالب واحد. خمسة وسالب اربعة بواحد. ايه ده? يعني جمع دي. على دي. هتدييني ايه بص اهو? سالب. ادي تلاتة. صفر سالب اربعة اتنين. زائد سالب تلاتة سالب واحد خمسة سالب اتنين. اجلو معه. تلاتة سلب تلاتة صفر. صفر وسالب واحد سالب واحد. سالب اربعة وخمسة بواحد. اتنين وسالب واحد بصفر. ايه ده? دي صفار وده عكس ده تبقى شبه متمثلة. يبقى الحل المصفوفة سين اللي احطها على المصفوفة سالب تلاتة سالب واحد خمسة سالب اتنين. عشان تطلع شبه متمثلة يا تلاتة صفر سالب اربعة اتنين. اللي بعد كده. مايجي يقول لي عنده ضرب عدد فيه مصفوفة بنضربه في كل عنصر من عناصر المصفوفة. وبالطريقة دي برضو لما جأسم اواخد عامل مشترك من مصفوفة ااخده من كل عنصر من عناصر الايه? المصفوفة. بيقول لي كل العبارات الاياتية بالنسبة للمصفوفة اتنين اي. ما عدا نقط. اقول له يعني ايه اتنين اي? اقول له يعني اتنين في مصفوفة الوحدة. خد مثلا مصفوفة واحدة صغيرة. اللي هي واحد صفر صفر واحد. فادرب اتنين في واحد باتنين. اتنين في صفر بصفر. اتنين في صفر بصفر. اتنين في واحد باتنين. اقول له دي متمثلة ولا مش متمثلة? قال ليه متمثلة. المتمثلة حطي ايدك عقل قطر رئيسي واللي فوق زي اللي تحت. متمثلة. دي شبل متمثلة? اقول له لا. اهي طلع داي. اقول له ليه? الشبل متمثلة عناصر قطر رئيسي بصفار. هي فوقه تحته عكس بعض في الايه? في الاشارة. اه هم عكس بعض في الاشارة. ما الصفر مع كسب جمع صفر. لكن القطرة اسم صفر. يبقى هنا ديت ينفع اقول عليها شبه متمثلة? اقول له لا. يبقى هي قطرية? اه قطرية. عشان مربعة وكل عناصرها بصفر. معدى عنصر على الاقلم القطرة اسي لايه صفر. مربعة? اه مربعة. يعني هي متمثلة وقطرية ومربعة لكن مش شبه متمثلة. الف عن نظام كم في كان? اتنين في تلاتة. فام اضربه في تلاتة. ايه المشكلة? مصفوفة فيها صفين وتلاتة اعمدة. هام اضرب كل عنصر في تلاتة. هتفضل برضو فيها صفين وتلاتة ايه? اعمدة. يبقى هنا دي فيها صفين وتلاتة اعمدة. اام اضرب كل عنصر في تلاتة. هتفضل برضو فيها صفين وتلاتة اعمدة. يعني دي عن نظام اتنين في تلاتة. ودي عن نظام 2 في 3 يعني فيها صفين و 3 أعمدة أما أضرب كل عنصر في 2 برضو هيفضل فيها صفين و 3 أعمدة الجمع لازم يبقى على نفس النظم يطلعه مصفوفة على نفس النظم اللي هو 2 في 3 منهاج مع العناصر المتناظرة فيفضل فيها صفين و 3 أعمدة يبقى الجمع ما بيغيرش النظم بيفضل النظم زي ما هو يبقى النظام اللي أنا عايزه مصفوفة إناد جمع جمع 3 ألف زي 2 به هو ألف عن نظام اتنين في ثلاثة وبيع عن نظام اتنين في ثلاثة يا مصروف عن نظام اتنين في ايه في ثلاثة وهنقف كده في الدرس الاولاني ونكمل ان شاء الله بعد كده سلام عليكم